شرم الشيخ، مدينة السلام، محط أنظار العالم بأسره، مدينة هي الأجمل، هي الأشهر، تعددت ألقابها إلى أن أحدثها المدينة الخضراء، نتابع شرم الشيخ، واحدة من المدن العبقرية، متجددة دائماً، لا تقف عند حد في الحداثة والتطور، مشرقة، زاهية جغرافياً وتاريخياً، قطعة من أرض الفيروز إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم بشواطئها الساحرة، مواقع الرياضات المائية والمحميات الطبيعية لم تقف المدينة عند حد الأجمل، بل لعبت دوراً سياسياً مهماً، جعلها أكثر من وجهة سياحية تردد اسمها في أرجاء العالم لصدافتها عشرات المؤتمرات الدولية سلاماً واقتصاداً وشباباً فضلاً عن المهرجنات المتعددة المتنوعة، ألقابها تتزايد من مدينة السلام إلى مدينة السحر والجمال إلى مدينة المؤتمرات ولأن العبقرية توهج، فإن شرم الشيخ يجري تجهيزها لتكون أول مدينة خضراء في الشرق الأوسط العالم يترقب الثوب الجديد الذي ترتديه شرم الشيخ والدور الحضاري الجديد الذي ستؤديه خلال استضافتها لمؤتمر المناخ كوب 27